الشهيد احمد قبازرد من مواليد العام 1957 بدأ حياته الدراسية في روضة عمر بن عبدالعزيز ثم انتقل الى مدرسة سيف الدولة الابتدائية وبعدها انتقل الى مدرسة علي بن عبي الطالب الابتدائية حيث بدأت هناك علاقته مع كرة السلة التي احبها انضم لنادي السالمية بعدما انهى دراسته للمرحلة الابتدائية وسكن في منطقة السالمية ودرس في ثانوية الارماثية تخرج من الجامع عام 1982 بعد ان تخصص في الخدمة الاجتماعية تخرج من كنية الشرطة عام 1983 كان في لبنان اثناء الغزو العراقي عام 1990 ثم دخل الى البلاد خلصة قادما من البحرين قام بتشكيل فرقة مكونة من 40 شابا انضموا الى فصائل المقاومة لحمل السلاح تم اعتقاله من قبل الطغاء بعد ان حنصر منزله من قبل سرية من العدو بحجة انه من المقاومة ورفض الافصاح عن اسماء من معه شهيد احمد قبل الزير تخرج جامعة الكويت اسم خدمة اجتماعية تخرج من الجامعة داش كلية الشرطة تخرج من كلية الشرطة برتمة ملازمة والتحق بادارة حماية الشخصيات ادارة حماية الشخصيات احمد من ناحية الرياضة احمد كان لاعب كرة سلة من عمره 16 بالنادي السالمية وبعدين كان لاعب منتخب جامعة الكويت طبعا شارك مثل الكويت وبوائد بطولات خارجية مع الجامعة الشهيد احمد قبل زرد راح تحجش الحين حبه للبلد احمد اثبت حبه للبلد يوم يوم الازمة لما صارت الازمة احمد ايام الازمة كان برا الكويت داشة الكويت كنا ضابط قبل التخرج يحلفون على القرآن اذا صار شيء يفدي عمره حق البلد وهذا اللي عمل احمد يال الكويت كون له خلية اترأس الخلية خليته كان من 45 واحد وهو كان يقود الخلية طبعا ما في شيء يصير الا بامرة اي اجتماع والكلام هذا كله بامرة طبعا الفترة اللي قضاها احمد فدأ قصيرة كانت بس المهام اللي قام فيها مهام عظيمة صراحة الواحد يفتخر فيها كونانا اخوه حتى الكويت كله يفتخرون فيها اعتقلوا احمد بعد 11 اعتقلوا احمد بعد دخوله الكويت 11 يوم اعتقلوه 11 يوم بعده لدعش يوم يا ابو جدام بيته كانوا يبون منه انه لاخر اللحظة كانوا يبون منه انه يعترف يعترف على رابعة على جماعته طبعا رفض لاخر اللحظة هذا كلام شبو دعيان يجيرانا رموه وحروقه بيته الله يرحمه طبعا احمد كمثال اضرب لكم احمد انسان صراحة شغل شغل يعني لما رأى احمد عمل فراغ كبير بين الاهلا كان السند لنا احمد ما كان يفرق لا بين كبير ولا صغير اي وقت ابي كانيك منه ما كان شنو ما كان وين ما كنت كان شخصيته قوية انسان قيادي ما يخاف اقول لكم سالفة ما يخاف ايام المعتقل ايام المعتقل اليوم الثاني يوم اللي اصروا اليوم الثاني ودوا عند بيت محامي سين طبعا ياب المحامي يجدام البيت وطلب منه المقدم محسن انه يعترف على احمد شاف احمد وشاف احمد احمد عرفه عرفه بعض شغلهم يبا بعض ايام الازمع قال لا تعرفه احمد نكر هز راسه طبعا يوصف المحامي احمد مقاعدين ابوانيت بنص ابوانيت كرسي يقول قاعد يقول من راسه لريولة كل دم هذا يوم واحد تأذيب يقول قاعدته غريبة جنا قاعدة ملك قاعد صلب ما يتحرك يقول جرت منه باسمع لونه يقول انا مستقرب من راسه لريولة كل دم يقول ولا ونه يقول هذا يقول المجاميع اللي انا شفتهم حوالين احمد يقول فوق الامية واحد رافقين واحد شخص واحد يقول انا صراحة يعني استغربوا من الموقف هذا شمعنا احمد واحد ويا اكثر من المئة شخص فهذا موقف من المواقفة شغلة من شغلات ايام الازمة يسولف واحد شو دعيان طلع من المعتقل يقول اول ما يا ابو احمد طبعا اكثر واحد كان يعذبونا تقريبا من الوصفة يقول يا ابو احمد جدام الكويتيين يحطونا يعذبونا تعذيب يحاولون انه يهزون مشاعر الكويتيين واحمد لما يعذبونا ما كان يسمعون لونه الونه هذه سبحان الله يعني الله ما اعطيه الصبر انه يحاولون يحاولون يهزون احمد ويخرعون الكويتيين فاحمد ما كان لونه ايام وقت التعذيب فاش كانوا يقرروا العراقين انه يقضون يعذبونا بغرفة هذا يسولف ولد الله واحد من الجماعة يقول لما كان يعذبون احمد اهو احمد مع بعض بغرفة واحدة كان يحطون ريل احمد على طابوقة ويطقون مطرقة على ظفراء يقول لما كان يطقون مطرقة على ظفراء بسمعنا وانا ما اسمعنا فهذا موقف جدا رجولي وقوي واحنا صراحة كاهل عام نفتخر بالشخص هذا الشهيد الله يرحمه ويغفر له احمد غبازرد احمد غبازرد الشهيد احمد غبازرد كانت طبعا اول ما عرفته يمكن كنا في فرق الناشئين وكان يلعب في بدايته لعب في نادي السالمية الرياضي وفعلا كان من اللاعبين المميزين وكان اعتقد اذا ما تخلني الذاكرة كان يدرب المدرب العربي المصري اللي هو كابتن وانيس وفعلا كان هو العصر الذهبي اللي بدأ فيه نادي السالمية بوجود يمكن الاخ احمد غبازرد وانا اذكر يمكن من الزملاء اللي كانوا موجودين في نادي السالمية الاخوان على اذا ما تخلني الذاكرة الاخ خالد اليحية الاخ محمد البحر والاخ سعود الوسمي والاخ محمود الطباخ ففعلا كان ولعب هو ناشئ وكان لا دور كبير يمكن فيه حتى على مستوى كرة السلة في المراحل السنية اللي لعبها في نادي السالمية احمد غبازرد او الشهيد بالضبط احمد غبازرد اول ما تعرفت عليه يمكن فيه فرق الناشئين وفعلا كان اول ما شفته كان من اللاعبين اللي تحس انه كان ذو بنية جسمانية الله يغفر الله قوية وكان يلعب مركزه يلعب سنتر بيفوت كلاعب ارتكاز وفعلا كانت العين عليه انه يعني يتقدم في مستوى ويلعب حتى على مستوى المنتخبات الوطنية الشهيد احمد غبازرد اهم يمكن كملت مشواري وياه وصادفته طبعا غير اللعب على مستوى الاندية لعبنا في منتخب جامعة الكويت وكانت لنا يمكن صولات كثيرة وكان فيه انا اعتقد العصر الذهبي على مستوى المنتخبات في جامعة الكويت سافرنا كثير معه وكان يمكن من اللاعبين المميزين على مستوى جامعة الكويت لعب في دورة الجامعات العالمية في بلغاريا في فارنا وشارك بعد في دورة الجامعات في المكسيك فانا اعتقد يعتبر من اللاعبين فعلا المميزين وكان لها يمكن صولات وجولات كثيرة على ملاعب كرة السلة الكويتية اهم بعد يمكن واصلت وياه مشواري او مشوارة بالضبط وياي على مستوى المنتخبات الوطنية فمثل بالسبع وسبعين منتخب الشباب في الدورة الاسيوية في الكويت اللي وقيمت في دولة الكويت وفعلا تم اختياره وكان من اللاعبين المميزين والبارزين وحصلنا على المركز الثالث في الدورة الاسيوية للشباب في سنة سبع وسبعين هم لازمت يمكنه في منتخب المنتخب الشرطة كنا في معسكرات كثيرة مع بعض وكان هو اللي كان يسكن وياي بالغرفة هو أحب أقعد ويا الشهيد أحمد قبزارد وهو نفس الشيء الظاهر يحب يقعد معاي إذا سفرنا في معسكرات أو في دورات بالخارج فطبعاً فطبعاً مثل المنتخب الشرطة وطبعاً كنا عسكري والتحق في السلك العسكري وفعلاً قام بواج مع الأكمل واج وقيمة الدورة العربية للشرطة في دولة الكويت سنة تسعة وسبعين وأحرزنا فيها المركز الأول وكان لدور كبير في حصول منتخب الشرطة على هذا المركز أنا يمكن أن أتكلم بشكل لو أطلع من الجانب الرياضي أبي أتكلم شخصية الشهيد أحمد غبازارد الشهيد أحمد غبازارد حبيب اجتماعي يعني أول ما أشوفه تحب التعرف عليه تحب يعني يكون لك صديق يكون لك زميل ويمكن كانت لي سنوات طويلة معه بالزمال من أيام الناشيين وفي جامعة الكويت وحتى بعد في المنتخبات الوطنية كان يتميز ما شاء الله عليه والله يرحمه ويغفر له في القوة الجسمانية مع أنه ما كان طويل كمركز يلعب كلاعب ارتكاز لكن كان يعتمد على قوته وبنيته الجسمانية في اللعب أو شغل مركز الارتكاز داخل ملعب كرة السلة يعني لدرجة يعني يمكن أنا صارت وياي مواقف كثيرة مع الشهيد أحمد غبزارد يعني من كثر ما شاء الله قوته وقوة بنيته الجسمانية كانت قشمرت يعني حتى يا يوم شاق بجامتي يا يوم خاش ملابسي يا يوم الله أعزكم همخاش حذاء اللعب مالي فكانت لها مواقف جدا طريفة وكنت أتقبلها منه وأعتقد هو حتى كان يتقبل مني بعض المواقف رحمة الله عليه والله يغفر له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة